عندنا رشيد تحي يقدم الدكتور اسماعيل ابو شادي هو اختصاصي العلاج الطبيعي وتأهيل الاطفال للحديث عن الشلل الدماغ عند الاطفال ربنا لديكم الصح والعافية كلكم يا ربنا مش نتابع رشيد تحي نجيك ورأي مرة ثانية خليكم تابعين نهاردة احنا ضيوف على حبيبنا واخونا في السودان لتقييم ومناظرة وفحص حالات التأخر الحركي والشلل الدماغي وجميع المشاكل الحركية عايز اتكلم باختصار عن نقطتين مهمين جدا وهما اكثر الامراض اللي احنا بنشوفها في محالات التأخر الحركي هتكلم عن نوعين هما طبعا انواع كتير جدا بس هتكلم عن نوعين هما الاكثر انتشارا اول نوع طبعا هو الغالبية الصاحقة يعتبر من الحالات هو الشلل الدماغي ناس كتير جدا لما بتعرف ان ابنها عنده ضمور في المخ او شلل دماغي بتتخض جدا من الكلمة دي وبتتخيل ان مستقبل الطفل دراح وان الولد عنده كلمة شلل خضته مع ان هي الكلمة دي ترجمة تعتبر ترجمة فقط يعني حرفية او ترجمة يعني مش علمية دقيقة يعني هو مجرد لغط حركي او لخبطة حركية بتحصل للطفل نتيجة مشاكل كتير ممكن تحصل سواء قبل الولادة او اسناء الولادة وده الغالب او بعد الولادة فلما تسمع ان ابنك حصل له نسب الضمور او بقى عنده شلل دماغي او تلف بعض خلايا المخ ما تتخضش من الكلمة دي لان هو في انواع كتير في بعض انواع من الشلل الدماغي بتجري مش هقولك بس بتوقف ولا بتجلس ولا بتعود ولا بتتقلب لا بتجري كمان الطب نفسه او العلاج الطبيعي اتطور جدا 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 في مجال الشلل الدماغي والتأهيل بتاعه اللاج المكسف بالنسبة الاطفال الشلل الدماغي هو اسلوب حياة يعني احنا بنشغل الطفل بنشتغل على كل عضلات جسمه بنشتغل على كل عضلاته وبكل المهام الوظيفية اللي محتاجينها ليه لو الطفل ما بيعرفش يتحكم فراسه ما بيعرفش يتقلب ما بيعرفش يقف يمشي ما بيعرفش يتوازن اي مرحلة حركية احنا بنشتغل عليها بنشتغل عليها بكل تفاصيلها بنعمل الطفل برنامج مناسب لحالته العلاج المكسف مراحله كتير وبيقفز بالطفل قفزة علاجية ممتازة جدا بناخد كل مرحلة على حدة بنمسك مرحلة الجلوس التقليب التحكم فراس المشي كل حاجة بنشتغل عليها كمان طفل الشلل الدماغي لما نيجي نشتغل معاه لازم نكون منظومة كاملة شغالين معاه يعني ماينفعش ابنك تفكر ان العلاج الطبيعي بس هو اللي هيساعده لا ابنك محتاج طبيب مخ وعصاب طفل محتاج دكتور عظام قد يحتاج تدخل جراحي قد يحتاج حقن بمادة البوتوكس اللي بترخي العضلات قد يحتاج بعض الادوات المساعدة زي المشايات زي الجبائر والاطراف الصناعية زي الدعامات كل الكلام ده مطلوب لازم تشتغل مع ابنك في كل الاتجاهات قد يكون ايضا الخلل الحركي مستحب بخلل ذهني وبالتالي لازم يتعمله تخاطب يعني علاج للنطق وتنمية مهارات لمهاراته الدقيقة ومسكة ايديه كمان ممكن يحتاج علاج وظيفي ده للوظائف العامة ان ازاي يقدر يندمج ويوظف الحركة اللي اكتسبها من العلاج الطبيعي انه يوظفها وظيفيا كمان قد يكون عنده خلل في السلوكيات فبالتالي ايا كانت مشكلة ابنك الحركية لازم تمر بالمراحل دي مرحلة انك تخليه عدي على معظم التخصصات اللي تناسب حالته طبيب المخ والاعصاب جراح العظام خاصة العلاج الطبيعي العلاج الدوائي طبعا مطلوب جدا الجبائر والاطراف الصناعية والعلاج الوظيفي والتخاطب فمحدش يتخض لما يسمع ان انا ابني اول ما تولد ازرق حصل له زراق او حصل له اختناق وبالتالي الولد ما بقاش يجلس في معاده الطبيعي ما بقاش يتقل في معاده الطبيعي ما بقاش يقف في معاده الطبيعي ما تتخضش بس اهم حاجة لما تلاحظ الكلام ده ابدأ بدري كل ما تبدأ بدري كل ما المضاعفات هتقل كل لما هتتأخر كل ما المضاعفات هتزيد لان نمو الطفل مع الخلل الحركي بيعمل تشوهات في الجسم شفت اطفال كتير اليومين اللي فاتوا دول في تشوهات في العمود الفقري واضحة جدا شفت اطفال كتير عندهم تشوهات في الرجبتين في الكاحل وده بسبب انه اما بدأ متأخر اما اهمل العلاج اما بيشتغل شوية ويوقف شوية اما ما بيمشيش مع الفريق الطبي كاملا بس بيركز على جانب واحد فقط فبالتالي لازم ان احنا نمشي مع المنظومة دي كلها اذا احنا عملنا الكلام ده كله مع حالات التأخر وحركة ايا كان نوعها ممكن نستقصي بعض الحالات يعني تمام؟ الطفل كان شبه مفيش اي حاجة خالص بالاجتهاد واجتهاد ده بيجي من ناحيتين من ناحية البرنامج اللي احنا بنحطه بننفزه ونقطة تانية مهمة العامل المنزلي دور الاسرة الاسرة هنا لو مهتمة وبتهتمة بمصلحة ابنها وبتركز معاها وبتواظب معاها احنا بنلاقي نتاج مبهرة فاللي عايزين نقوله الخلاصة العلاج الطبيعي تطور جدا 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 مع كل المشاكل الحركية بص للتحسن ما تبصش للشفاء الشفاء ده بيد ربنا سبحانه وتعالى احنا بس سبب حاول ان انت تبص للتحسن ان انا ابن بيتطور ما كانش بيقعد بقى يقعد ما كانش بيتقلب بقى يتقلب ما كانش بيقف بقى يقف نركز على الامور دي موسيقى موسيقى